السلام عليكم معنا النهاردة كلمتين في غاية الأهمية وحواليهم جدل كبير جدا ما بين المدرسين قبل الطلبة وكل واحد منهم بينطق الكلمتين بمزاجه النهاردة جايين نوضح النطق الصحيح من خلال الكواميس والمصادر الأكاديمية والكلمتين هما of and of فلو حبينا ننطق الكلمة الأولى اللي موجودة قدامنا على الشاشة هنلاقي إن ليها أربع طرق من النطق الطريقة الأولى إن ممكن يتم نطقها of الطريقة الثانية ممكن يتم نطقها of الطريقة الثالثة ممكن تكون of والطريقة الأخيرة إن ممكن يتم نطقها شواء ودي أكثر طريقة محببة للشخص الأمريكي وطبعا نطق الشواء زي ما احنا عارفين في الصوتيات بيكون ما بين الكسر والفتح يعني علامة صوتية سريعة جدا زي a أو a وهنلاحظ في الأربع الطرق اللي احنا قلناهم إن حرف ال-f هنا بيتنطق the sound the sound يعني حرف ال-f اتحول معنا في نطقه لحرف v ولو حبينا نستخدم مثال for example هنقول a cup of water a cup of water of water of أما بالنسبة للكلمة التانية واللي هي o-f-f فليها طريقتين في النطق الطريقة الأولى لو حبينا ننطقها British accent فهيكون off off والطريقة التانية American accent هتكون off off وممكن نستخدمهم في مثال فهنقول switch off the light switch off the light off the light أو switch off the light switch off the light off the light وياريت ما تنساش الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب انجلش لود ومستنيين دعمكم بلايك وشير وشوفكم ان شاء الله على كل خير